طيب لما نيجي نتكلم على السي في الكرونوجرافي البقى بنعمل فيها ايه؟ اول حاجة خالص بنبقى كاببين المعلومات بتاعتنا نمرة اتنين ما هو الهدف من هذه السي في؟ يعني ايه ما هو الهدف؟ يعني انا بقول ان انا شاطر في كذا وكذا 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 بس ارجو من الشباب انت شاطر في الحاجات دي اقول انا شاطر في الحاجات اللي انت فعلا شاطر فيها بلاش نجذب بلاش نفخم من نفسنا عشان اول حاجة بيعملها اللي بيعمل لي الانترفيو انه بيبقى جاي بيذاكر دي وبيبحث عن حاجات فلولقى لو لقى ان انا كذبت كل اللي جاي مش هيكمل وحيخرج وحتى انتهي المقابلة فنكتب الحقيقة طيب عايزة اسأل حضرتك على طريق الفحل السي في ما هو فيه الاف من السيرة الزيتية اللي بتتحط في شركات كتير ازاي بيتم فحصاته؟ اقول حضرتك بقى يعني فيه شغلة دلوقتي اسمها ريكروتر ريكروتر ده اللي هو اللي بيعين الموضوعين لا هو ده اللي بيجمع بيجمع السي فيز الريكروتر شغلته انه هو يعمل ارشيف للسي في يعني ايه يعني يبقى المهندسين يحطهم على جنب الداكاترا يروحوا كده عندهم خبرة كتيرة يحطهم في مكان بحيث انه هو يبقى عنده ارشافة او بنحط الحاجة وراء بعضيها ازاي فبحث انه هو يكون عنده زي منطقة بيقدر يبحث فيها عن اللي هو بيدور عليه بالزبط بطلب من الشباب انه هو لما ييجي بيعمل سيف للفايل يكتب فيه اسمه والوظيفة او المهنة اللي هو طالبها ليه ده بيسهل جدا على الريكروتر انه هو بيبقى بيقول الاسم ده ده جاي يشتغل عندي هنا مهندس ميكانيكا جاي يشتغل عندي مهندس مدني جاي يشتغل عندي دكتور يبقى في الاسم بتاع الدكيومنت هو بيعمل لها سيف بيكتب الوظيفة اللي هو عوسع نيجي بعد كده ندخل بقى على فيه شباب عندهم خبرات وشباب ما عندوش خبرات اللي عنده خبرات بيبدأ بخبراته الوظيفية وبالترتيب الاحدث في الاقدم يبقى هو اشتغل ايه في شركة ايه وكان اسمه الوظيفي ايه يعني المسمه وكمان اربع سطور على الاكتر تشرح يشرح فيهم هو كان بيعمل ايه في الوظيفة دي يبقى نبتدي بالترتيب كده طيب اللي ما عندوش خبرة بيتنزل على المرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة التعليم طيب هو ايه الشهادة اللي هو حصل عليها التخصص الدقيق اللي هو ما عارفه طيب خد الشهادة اللي قبلها امتى خد الشهادة اللي قبلها امتى وبكده يبقى شرح للي حيبص في السيفي قال له انا مين انا جاي ليه انا عملت ايه قبل كده انا اتعلمت ايه قبل كده وبكده يبقى دي اللي احنا بنسميها في الاول اللي هي المعلومات الاساسية عن المتقدم المعلومات الاساسية عن المتقدم ما هي السكة اللي لو ما مشيتش كويس ما بيكملش الريكروتر قرية السيفي يعني ايه يعني لو ما كتبتش الحكاية دي بالشكل اللي احنا متعارفين عليه بعمل ايه انا عندي الف فلاقيت واحدة كانوا من الزمان بيقولوا لنا لازم يبقى خطك كويس في الامتحان عشان اللي بيصلح ما يزهقش فنمشي معاه بالطريقة اللي هو بيمشي بها طيب نعمل ايه بقى بعد كده نبتدي ندخل بعد كده في ايه فايه هي الخبرات اللي انا خدتها في خلال وقت وايه هي المهارات اللي انا بأتقنها المهارات نوعين نوع اسمه هارد سكيلز ايه هي الهارد سكيلز هي عبارة عن الحاجات اللي بيعملها في الوظيفة بتاعته يعني لو هو دكتور يبقى دكتور ايه وبيعمل ايه تخصصه وحاجات زي كده اللي هي المهنة وفيه كمان الصفت سكيلز ان خلاص احنا ما بقناش بنعين البني ادمين بس على ان هو خريج لا احنا بنعينه على ان هو بني ادم بني ادم بيتخطب مع الناس وبيتكلم معاهم وبالتالي لازم يقول لي هو عنده ايه صفت سكيلز ايه قدراته على التفاوض قدراته على المناقشة ما هي قدراته في اللغات ما هي قدراته في ان هو يتعامل مع الناس انا مش هممني قوي بالذات للشباب ان انا حشغاله مدير انا مش هممني قوي هو بيعرف يديره ولا ما بيدرش بس هو بيعرف يتعامل مع الناس ولا لا فدي لازم بيكتبها لي في ايه في الحتة بتاعت ايه هي الخبرات وايه هي المهارات الخاصة اللي عنده اللي هي الصفت سكيلز والهارد سكيلز اشتركوا في القناة